بعد قرارات وإجراءات الدول الداعية لمكافحة الإرهاب بقطع علاقاتها بقطر بهدف إيقافها من دعم وتمويل الجماعات الإرهابية قل النشاط الدوحة الفوضوي في المنطقة الأمر الذي حقق المزيد من الانتصارات في مناطق النزاع وألحق خسائر في صحوف الجماعات الإرهابية بعد مكبرتها وفقدانها للواقعية في التعامل مع عزمتها لزالت قطر تبحث عن مخرج وهذا ما جعلها تسير بخطا مضطربة ومتخبطة ولسان متناغض حجما من نشاطها الفوضوي في المنطقة وهذا من شأنه أن يجوع جماعات الإرهاب المدعومة قطريا وما بعد الجوع إلا الموت هكذا بدأ لنا المشهد هزائم متوالية على سماسيرة الإرهاب في أراضي النزاع تطورات ينظر لها المجتمع الدولي بعين الانتصار في حين تنظر لها الدوحة بعين الخسارة الفادحة هذا ما يحدث الآن رغم أن إجراءات الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لا زالت في أولها لكن ما تمخض عنها كان كفيلا بأن يخيب ظن العالم في قطر ومع ظهور الأدلة الدمغة تزايدت الحركات المنددة للنظام القطري بغض النظر عما إذا كان مهندس عملياتها الفوضوية هو الأمير الحالي أم السابق المهم هو وقف الإرهاب والفوضى والدمار والتخريب فلم يعد باستطاعة أحد أن يسمع عن قتلى وجرحى ولاجئين هي ساعة الصفر لا محالة هو التحول التاريخي الذي انتظرته الشعوب هو القرار الشجاع والجريء الذي اتخذته كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر وهذا ما سيذكره التاريخ القائمة ستتجدد تبعا وردت هذه العبارة في قائمة الكيانات والأفراد الموحدة للدول الداعية لمكافحة الإرهاب هي لا شك بارقة أمل للشعوب لبداية نهاية الإرهاب وهي تؤكد جدية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في كبح جماح الدوحة ووقف عادتها بإيواء قادة الإرهاب ترجمة نانسي قنقر